تزامنا مع شهر رمضان المبارك أطلقت مبادرة أو أطلقت مبادرة وفتار صائم في مختلف محافظات المملكة حيث شهدت الجوامع والمساجد حضورا كبيرا من قبل الجاليات المسلمة المقيمة في مملكة البحرين هذه المبادرات تجسد القيمة النبيلة التي يتحل بها أبناء مملكة البحرين وروح التسامح والعطاء يأتي شهر رمضان المبارك ليعزز صور الإحسان الناصع لأهل الخير في المملكة فتنتشر في كافة المحافظات مشاريع إفطار الصائمين سواء التي تنفذها الجمعيات الخيرية المختلفة أو الشركات أو فاعل والخير كما تتبرع فرقا تطوعية لتوزيع الوجبات على الطرق وفي مناطق تجمع العمال للأصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من منطلق مبدأ التكاتف وتراحم خلال الشهر الفضيل يأتي مشروع إفطار الصائمين تلبية لضرورة رسم أروع صور المودة وتجسيد معالم الجسد الواحد وأحياء لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإعانة الفقراء على أداء صومهم وتخفيف عناء احتياجاتهم الغذائية نحن لله الحمد هذه السنة السابعة عشرة اللي نقوم فيها سنويا بمشروع تفطير الصائمين بدعم كبير من الجمعيات الخيرية ومن المحسنين ومثل ما نشوفون العدد ما شاء الله عندنا يوميا بما يقارب من 450 إلى 500 واحد وغير الأسر والعوائل اللي يأخذون نعطيهم يتفطرون في بيوتهم وطبعا في العمال اللي عندنا في الوظائف يأخذون بعد فرسلات وما نقصر عنهم المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك تسهم نحو تفعيل مفهوم شراكة المجتمعية وتعزز من روحانية الشهر الكريم فالمجتمع البحريني جبل على قيم العطاء وتضامن النبيعة من تعاليم الدين الحنيف وكريم العادات والتقاليد الأصيلة لا يخفى عليكم عظيم الأجر في تفطير الصائمين فقالت صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء نسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر حضوركم وشاركتكم لنا في هذا المكان كما لا يخفى عليكم أغلبهم من العمالة وبعض الأسر البحرينية المتعففة فنساعد لهم قدر المستطاع أن نوفر لهم الوجبات ولا يخفى عليكم عظيم هذا الأجر هو موسم خير موسم فعل الخير موسم استجابة الدعوات موسم القرآن فالإنسان كثر ما يقدر يتعاون مع أخوان يتعاون مع أهله أنه يقوم بالخير نقدم هذه الوجبات يعني عساس الفطر صائم ونتمنى من الله أنه يتقبل منا ويستجيب دعواتنا ويغفر لهالينا وهو موسم خير إنسان كثر ما يقدر يقدم مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا تجاه تنمية ثقافة العطاء الإنساني باعتبارها أولوية راسخة من خلال التوجه نحو تأسيس مؤسسة إنسانية وخيرية لتقديم المساعدات للمحتاجين إذ أن ثقافة العطاء والعمل التطوعي أصبحت مؤشرا مهما لتطور المجتمعات وهي أحد محركات التنمية تحرص كافة الجمعيات الخيرية في شهر رمضان الفضيل على تخصيص مبادرات خيرية تخدم أكبر شريحة ممكنة من الأفراد انطلاقا من حرصهم على تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية وعملا بقيام الخير والتسامح خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين